أعقد قادة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والهند قمة افتراضية وركز الاجتماع الربعي على أزمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة حيث شدد المشاركون على ضرورة بناء حلول ملموسة لتعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائي المستدامة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة أكدت القمة العمل على تطوير مشروع طاقة متجددة في الهند لتوليد نحو 300 ميجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وخلال مؤتمر صحفي عقب القمة الربعية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السلام والاستقرار في المنطقة وأشار بايدن إلى أن هذا اللقاء الربعي واعد على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والتقنولوجي لافتا إلى أهمية المصالح الاقتصادية في إيجاد تعاون مشترك وقال بايدن إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون من الجميع من أجل مواجهة التحديات أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم السلام والأمن في المنطقة ولدى وصوله إلى إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ تولي منصبه قال بايدن إن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة كان البيت الأبيض أوضح أن جولة بايدن تشمل أيضا الضفة الغربية والسعودية وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادية والأمني الإقليمية المزيد من المعلومات والتفاصيل مشاهدين عن جولة بايدن الشرق أوسطية الأولى منذ تولي منصبه ينضم إلينا مباشرة الآن من واشنطن الزميل كريم يوسري مراسل أكسرا نيوز من هناك كريم تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة وبخصوص هذه الجولة الشرق أوسطية الأولى لجو بايدن تفضل نعم هي بالتأكيد تلك الجولة الأولى للرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط جاءت مدفوعة بالعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وما يعني تبعها من أقوبات فرضت على روسيا من المجتمع الغربين وتمثل فيها الولايات المتحدة والحلفاء في أوروبا والتي حقا أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية الداخلية لتلك المجتمعات قصة المجتمعات الأوروبية وأيضا المجتمع الأمريكي نتحدث عن أن جو بايدن في مستهل زيارته توجه إلى إسرائيل ربما هناك عدة ملفات ناقشها اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أهمها بتأكيد ملف البرنامج النووي الإيراني واتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية بالنسبة لمستقبل تلك الاتفاقيات وهنا ستكون هناك اتفاقيات جديدة وكان هناك تأكيد اليوم من قبل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الولايات المتحدة ستحرص على ذلك أما بالنسبة للقمة الربعية التي خرجت بين الجانب الأمريكي الإسرائيلي الإندي الإماراتي بتأكيد جو بايدن في كلمته خلال تلك القمة ذكر بأن رؤساء تلك الدول يحضون بأقول شابة وأن مجتمع ريادة الأعمال في تلك الدول الأربع هي من أهم الدول العاملة في مجال ريادة الأعمال أشار أيضا إلى الاستثمارات الإماراتية في الهند في مجال زراعة والاستصلاح الأراضي وأيضا أشار إلى الاستثمارات الأمريكية وبمشاركة أيضا تكنولوجيا إسرائيلية في مجالات تطوير أو توليد الكهرباء المظيفة ذكر بأن تلك القمة هامة للغاية بالنسبة لموضعين هامين للغاية على الساحة الدولية وهي أزمة الطاقة وأزمة نقص الطاقة وأيضا يعني أزمة التغيرات المناخية ذكر بأن يجب على مدار الفترة القادمة التعاون بشكل أكبر يعني لمحاربة التغير المناخي وأيضا ذكر بأن العمليات الروسية على أوكرانيا هي السبب الرئيسي في أزمة الطاقة وأنه يجب علينا التعاون لخلق بديل وذكر بأن البديل بالتأكيد سيكون الطاقة النظيفة وأنه يجب الاستثمار في البناء التحتية لتلك الدول على فترة السنوات القادمة أيضا يعني من أهم ما ذكره بايدن بأن تلك القمة تعمق من الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي والهندي أيضا ويعني تلك تعتبر أهم ما ذكره بايدن خلال تلك القمة وأيضا أهم ما ذكره بايدن اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبي كريم يوسري مراسل أكسرا نيوز من واشنطن شكرا جزيلا لك كريم على كل هذه التفاصيل